هذه أبرز العناوين ولد رقراقي يتخذ أول خطوة كبيرة قبل مباراة البرتغال عاجل رونالدو يفاجئ المنتخب المغربي بهذا القرار الخطير الرقراقي ولعب المنتخب يرفضون طلب الجامعة والآن إلى التفاصيل ولكن من قبله باش تكون أول واحد كتتوصل بجديد الأخبار العالمية والمغربية المرجو وضع زر إعجاب واشتراك وتفعيل الجرس ولد رقراقي يتخذ أول خطوة كبيرة قبل مباراة البرتغال يجري المنتخب الوطني اليوم الخميس حصة تدربية مغلقة بملعب الدحيل بقطار تحذيرا لمواجهة البرتغال يوم السبت القادم لحساب ربع نهائي كأس العالم قطر 2022 ويدشن وليد رقراقي ملف مواجهة البرتغال وسط روح معنوية عالية لللاعبين بعدما نجحوا في الإطاحة بالمنتخب الإسباني في دور التوم النهائي وسيبدأ رقراقي الإعداد الفعلي للمباراة القوية أمام زملاء كريستيان رونالدو من خلال إجراء حصة تدربية أولى على أرضية ملعب الدحيل ويبحث المنتخب المغربي على مواصلة كتابة التاريخ من خلال الفوز على البرتغال وضمان بطاقة العبور إلى دور نصف نهائي المونديال وحجز المنتخب الوطني مقعدا له في دور التمنية لنهائية كأس العالم الترفوزي على إسبانيا بضربات الترجيح بـ 3-0 في اللقاء الذي جمعهما يوم الثلاثة الماضي على أرضية ملعب المدينة التعليمية في العاصمة القطرية الدوحة يشهر إلى أن مباراة المنتخب المغربي والبرتغالي ستجرى يوم السبت بداية من السعر عصرا بتوقيت المغرب على أرضية ملعب التومام عاجل رونالدو يفاجئ المنتخب المغربي بهذا القرار الخطير كشفت صحيفة ماركا الإسباني أن البرتغالي كريسيان رونالدو رفض المشاركة في التدارب الجماعية لمنتخب بلاده لكرة القدم وأشرت الصحيفة أن رونالدو فضل التدارب بشكل فرضي داخل الصالة الرياضية رغم مشاركته التي انحصرت في 20 دقيقة أمام سويسرا وخض كريسيان رونالدو تدارب اليوم استعداد لمواجهات المغرب بشكل انفراد مفضلا استرجاع لياقتها عوض الانخراط في التدارب الجماعية تحت إشراف الطاقم الفني لمنتخب بلادها وباتت المشاكل تحيط برونالدو منذ مدة ما دفع مدارب المنتخب لعدم الاعتماد عليه كرسمي لأول مرة منذ 2008 الشيء الذي عكر الأجواء بينه وبين باقي أعضاء الطاقم الفني للبرتغال ويشار أن البرتغال ستواجه المغرب في ربع نهاية المونديال يوم السبت المقبل الرقراقي ولاعب المنتخب يرفضون طلب الجامعة رفض وليد رقراقي مدرب المنتخب المغربي طلب الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم منقشة اللاعبين بشأن المنح المالي التي ستخصص لهم بعد نجاحهم في بلغ الدورة ربع نهائية لبطولة كأس العالم للمرة الأولى في تاريخ الكرة المغربية والعربية وفق مصدر المسؤول فإن وليد رقراقي لم يخفي تعجبه من هذا الطلب في هذا التوقيت غير المناسب الذي يستعد فيها المنتخب المغربي لمواجهات قوية أمام البرتغال لحساب ربع نهاية مونديال قطر يوم السبت المقبل على ملعب التمامة فإذا انشغال الطاقم الطبي والفني بالحالة الصحية للاعبيها ومصابقتهم الزمن لتأهيلهم بدنيا إلى أقصى درجة ممكنة قبل موعد المواجهة واخبر رقراقي الذي كان برفقة قائد المنتخب المغربي غانم سيس مسؤول الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أن اللاعبين لا يخوضون المونديال من أجل المنح المالية ولا تهمهم المبالغ التي يمكن أن تكون الجامعة قد جهزتها لهم بالقدر الذي يقاتلون فيها من أجل بلدهم وإدخال الفرحة على الشعب المغربي والعربي الذي يدعمهم بكل قوات من المحيط إلى الخليج لا سيما أن معظم اللاعبين يلعبون في أنبيات أوروبية مرمقا ولديهم عقد جيدة تمكنهم من الحصول على مستحقات سنوية كبيرة ووضح دات المصدر أن حكيم زياش مثلا كان يحضر معسكرات المنتخب المغربي على متن طائرة خاصة من لندن تكلفه مبلغ ما ليتراوح ما بين 25 و 30 ألف دولار وهو مبلغ لن يتسلم ربعه من الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم خلال معسكر إعداد يستمر لأسبوع تتخلله مباراة ودية واشدد على أن أغلب لاعب المنتخب المغربي يتنازلون عن مصرف الجيب اليوم الذي تخصصه الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم لهم مؤكدا أنهم يوزعونه على مرافق بيعت المنتخب من حميل الأمتع والصائقين وأيضا عاملات النظاف في الفندق الذي يقيمون فيها وتبع بعض اللاعب لا يكتفون بتوزيع مصرف الجيب اليومي بل يفتحون الضرف ويرفعون من قيمة المبلغ من مالهم الخاص وبلغت قيمة مصرف الجيب للاعب المنتخب الوطني 300 دولار يوميا فيما حددت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم مبلغ 100 ألف دولار لكل لاعب مقابل التأهل للدور الثاني من كأس العالم في حين لم تحدد بعد قيمة التأهل إلى دورة ربع نهائية وهي النقطة التي كانت الجامعة ترغب في مناقشتها مع اللاعبين غير أنهم رفضوا الخوض في الموضوع وفضلوا التركيز على المباراة القوية والصعبة التي تنتظرهم أمام رفاق كريسيانا رونالدو جادرون بالذكر أن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ضمنت حصولها على مبلغ 17 مليون دولار كمنحة مالية من الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا بعد تأهل الأصود إلى ربع نهائي كأس العالم اترعبوره دورة 16 بضربات الترجيح على حساب المنتخب الإسباني ويتحصل المنتخب الفائز بكأس العالم على 42 مليون دولار مقابل 30 مليون دولار للوصيف و25 مليون دولار لصاحب المركز الثالث و20 مليون دولار للمركز الرابع و17 مليون دولار للمنتخبات التي تخوض ربع نهائي و13 مليون دولار للمنتخبات التي تكتفي بتمون نهائي و9 مليون دولار لكل منتخب يشارك في دور المجموعات ريفالدو المنتخب المغربي كان أكثر شرصة من إسبانيا أبدى ريفالدو فريرا نجم المنتخب البرازيلي السابقا إعجابه بالمستوى الذي قدمه المنتخب الوطني المغربي أمام إسبانيا في تمول نهائي كأس العالم قطر 2022 وقال ريفالدو في تصريحات خاصة بها موقع كرة أن المنتخب المغربي كان أكثر شرصة فيما يتعلق بالالتحامات طيلة 120 دقيقة وأضف نجم الكرة البرازيليا منتخب المغرب أدار المباراة بأفضل طريقة ممكنة الإسبان سيطروا على الكرة في أغلب أوقات المباراة لكن دون فعالية أو تأثير وشدد ريفالدو في حديثي على أن المنتخب الإسباني فاشل في اختراق دفاع أصد الأطلس رغم محاولات لويس إنريك في تغيير أسلوب اللعب وحجز المنتخب الوطني المغربي مقعدا له في دور الثامنية لنهائية كأس العالم قطر 2022 اترى فوزي على إسبانيا بضربات الترجيح بثلاثة للسفر في اللقاء الذي جمعهما يوم الثلاثة على أرضية ملعب المدينة التعليمية في العاصمة القطرية الدوحة يشار إلى أن مباراة المنتخب المغربي وندره البرتغالية ستجرى يوم السبت المقبل بداية من السعر الرابع عصرا بتوقيت المغرب على أرضية ملعب التمامة